في الشأن السياسي أكيد يا دكتور الشام الشأن الاقتصادي لا ينفصل بدليل أن كلام سيادة السفير كله بيتمحور حوالين عدد من الأمور الاقتصادية من أبرز النقاط فكرة الإصلاح المالي والإداري للاتحاد الإفريقي أعتقد ده تحدي كبير بالنسبة للاتحاد والدول القارة عشان يكون فيه عدم إهضار لأي من الموارد خاصة فيه مطالق بعملية الدعم والتنمية للقارة بشكل كامل إزاي ممكن يتم بشكل مؤسسي علمي صحيح يوفر للقارة ملايين من الدولارات أو ربما المليارات اللي بتحتاجها الشعوب فيه أكتر من دول خلينا نقول في البداية أنه أفريقيا محتاجة مصر ومصر محتاجة أفريقيا والحقيقة قدر الاستفادة لكل الجانبين هيكون كبير للغاية خلال الفترات القادمة لكن علشان ده يتحقق محتاجين أنه الحقيقة عدد كبير من الدول الأفريقية تشتغل زي ما مصر اشتغل يعني محتاجين أنه تشتغل على ذاتها من الداخل الأمر الثاني أنها تشتغل في إطار محيطها الأقليم بمعنى أنه مصر عمل بمجرامك صحيح صدي ومش بس كانت بتحل مشاكلها الداخلية لكن كمان في إطار طموحات لخلق تنمية حقيقية وإطار من التكامل في محيطها الأقليم وبالتالي احنا بنشوف أنه مصر بتتحرك في ربط مصر بالدول المحيط بنتكلم على خطوط غاز بنتكلم على كهدابة بنتكلم على خطوط بحادية ومن إلا ذلك وبالتالي مهم قوي أنه كل دول الأفريقية تشتغل من الداخل على عادة تأهيل قدوداتها مش بس قدوداتها بقى في البنية الأساسية ومعاشراتها الأقصاد دائرة كان كمان الجزء الأكثر صعوبة واللي مصر بتتحرك فيه في الوقت الحالي اللي اهتمام بالعنص والباشر الفترة الحالية لولاية تضعيسها فتاة السيسية هي موجهة للمواطن لأنه هو ده التحدي الصعب زي ما حيث أشاهد أنه التحدي السهل إزاي أصلح معاشرات الاقصاد إزاي أعيد تأهيد البنية الأساسية ده سهل بياخد سهتين ثلاثة أربعة وبيبتدي يباني معاشرات لكن التنمية في العنص والباشر ده بياخد وقت التعليم والصحة والثقافة كل ده بياخد وقت والحقيقة ده محتاجينه بشدة داخل القارة أفريقية لأنه سوء العمل المفترض الدولي محتاج بشدة الأعمال الأفريقية خليها للفترة القادمة أتصاوي أنه أفريقيا ممكن أنها تلعب دور هام للغاية في سوء العمل وبالتالي إحنا محتاجين نشتغل على المواطن الأفريقية الحقيقة عندنا نمازج جيدة لأنه عندنا في بعض الدول الأفريقية بدأت نقدر نقول بتعمل معدل نمو اقتصادي جيد عندها الحقيقة بين أساسية قابلة للتبعين عندنا تنزانيا عندنا كينيا عندنا غانا عندنا أمالي بتتحضر لا عندنا في عدد من الدول بتحاول تأهيل قدوداتها ذكرت نمازج في شرق القارة وفي غربها كده ده بياتي فعندنا الحقيقة لا نمازج طبعا جنوب أفريقيا من زمانه وجنوب أفريقيا الحقيقة من زمانه يعني كان دايما نصدرع ما بين جنوب أفريقيا ومصر لا دلوقتي لا في عندنا عدد من الدول السنغال التحضرقت الحقيقة أعتقد المغرب برضو المغرب بتتحضر أعتقد المغرب برضو فلا الحقيقة عندنا نمازج جيد وده الحقيقة اللي احنا محتاجين نشوفه في معظم الدول الأفريقية محتاجين كل دولة تشتغل من الداخل ومحتاجين كل دولة تشتغل في محيطها الأقرى لأنه مسألة نظم 55 دولة المسألة بتاخد وقته بتبقى أكثر صعوبة بس في ناس بتقول هناك قيانات اقتصادية قائمة بالفعل داخل القرى الأفريقية ده صحيح وعشان كي احنا لو بنكلم بها على الكوميسا لو بنكلم على السادق لو بنكلم على شهر أفريقيا ده دي كيانات ساحل لأنه أشتغل عليها وبعدين أشتغل على التكتلات التلاتة مع بعض وصولا لأنه القرى الأفريقية كلها هتكون في إطار تفعيل حقيقي للإتحاد الأفريق هل هذه الكيانات بتتعاون مع بعض بالشكل أنت لدكتور الشام ولا ما بينهم حلقات مفقودة دلوقتي لا خلينا نشيح لأنه هذه التكتلات تم تجمعها فقط منذ تقريبا ثلاث سنين في مؤتمر الشيحي اللي كان نعقد في شهر الشيخ فلا محتاجين وقت لكن كمان الفكرة مش بس أنه التلات تكتلات محتاجة تشتغل لكن كمان جوه كل تكتل محتاج وكل جوه داخل كل الدورة على حدة محتاجة أنها تتحار والحياة يمكن عايزة أقول أنه القرى الأفريقية محتاجة مصر بشدة ليه لا أكثر من عنصر العنصر الأول أنه الحياة مصر بتربط علاقات جيدة مع اقتصادات الكبرى على المستوى العالم مهتمة كثيرا بالقرى الأفريقية لو بنتكلم على الصين لو بنتكلم على الهن لو بنتكلم على فرنسا بحكم التاريخ يعني هنا حلقة وصل ما بين مصر وما بين دول القرى صحيح دي مسألة هامة للغاية خاصة أنه الحياة الاقتصادات الكبرى على المستوى العالم مهتمة كثيرا بأفريقيا مش بس اهتمام نظري لكن كمان بتحط يعني الصين أقارد 60 مليار علشان تضخ فيه القرى الأفريقية علشان يعادي التأهيل سواء كان الدول داخلية أو الدول فيما بينها ومصر هي اللي تقدر تساعد لأنه مصر بحكم اللي مارد به خلال السنوات الماضية طبعا أحد قرارات منتدى الصين أفريقيا اللي أقدر تساعد صحيح فمصر هي اللي عندها دلوقتي الخبرات في مجال القهربة في مجال الطاقة في مجال الموارد المائية في مجال البنية الإنشائية والعقادية رئيس الوزراء كان بيحط حاجة لأساس ليفتتح أكبر سد في تنزانيا بشركات مصرية عملاقة صحيح فالحياة القرى في القرى محتاجة مصر مش بس علشان نموذك برنامج الصراع الأقصادي اللي تم تطبيقه ومزالح هي بيحقق نجاحات جيدة ليه الغاية بشهادة حتى صندوق النقد لكن كمان محتاجة تجربة مصر في قعادة تأهيلها من الداخل تجربة مصر فيه إنها تنجح لها تربط مصر بمحيطها اللي قليمي مصر لما دخلت فيه مشروع قناة سويس الجديدة عينها على أفريقيا عينها على إنه بدل قناة سويس بتساهم بقرد مثلا من التجارة الدولية 10-12% إزاي تبقى 20% وإزاي تبقى 25% من حجم التجارة الدولية لأنه القارة الأفريقية هي السوق الذي لم يكتشف بعد والنظرة للقارة الأفريقية الحقيقة اختلفت كثيرا إنه كان نظرة الدول الاقتصادية الكبرى زمان إنه أفريقيا دي مجرد موارد طبيعية نحاول نستفيد بها لا دلوقتي أفريقيا سوق كبير للغاية وعشان كده يمكن الصراع المحترم بين الصين وأمريكا الصين مش مهتمة كثيرة لأنها هي بتلعب في مناطق أخرى اشتركوا في القناة